المغرب توقعات مشي الحيق تصبح حقيقة ماذا توقع للمغرب ومن الفائز بالمونجيال 2022 حسب توقعات مشي الحلق دجيج اسر اصابة وجه معروف وصاحب شهرة على ارض المغرب برحب بكل المتابعين ومشاهدين قناة انا وهيو النجوم في حلقة جديدة من حلقة التوقعات اسهد لأوقاتكم بكل خير سؤال حلقتنا النهاردة بيقول ما هو الشيء الذي ورد في القرآن الكريم انه يتنفس ولا روح له نرجع لحلقتنا يعتبر مشي الحيق شخصية مصيرة للجدل والتي لاقى التفاعل الجماهيري وذلك بسبب التوقعات التي يطلقها العلن ازديات ظاهرة اللجوء إلى المغرب لأهداف مختلفة من قبل أسماء وشخصيات كبيرة انتشر توقع لمشي الحيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه ان الرياضة المغربية تحصد جوائز كثيرة وتحفر اسمها في سجلات التفوق العالمية بتحصد الرياضة المغربية جوائز كثيرة وبتحفر اسمها بسجلات التفوق العالمية أمر طارق بيستدعي ابتعاد الملك عن مكتبه لفترة وعقب تأهل المغرب لنصف نهاء مباراية كأس العالم المقامة في قطر بعد فوزها البرتغال تم تداول الفيديو الخاص به على نتاق واسع وسجل المنتخب المغربي إنجاز تاريخي وأصبح أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهاء مديال كرة القدم وفوزه على البرتغال بنتيجة واحد سفر وتشهد كرة القدم المغربية تألقا غير مسبوك تمثل بوصول منتخب البلاد إلى دور النصف النهائي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد تفوقه على منتخبات عالمية مثل أسبانيا والبرتغال وبلجيكا من كان يظن أن هذا المنتخب المغرب سيصل يوما إلى نهاية أو إلى نصف نهاية كأس العالم لكن الحلوبة حقا فهل ينتهي التوقع إلى هذا الحد بوصول المغرب للنصف النهائي أم يكتمل التوقع وتصل المغرب للعالمية بفوز أكبر وحصد لقب آخر يليد تكتبونا رأيكم في كومنت في الشوط الأول والتي كانت كفيلة للإطاحة بالبرتغال في آخر مشاركة لكريسيانو رونالدو في المونديال اليوم هنيئا لكم بهذا الفوز هنيئا لكم بتشريفكم للعالم المغربي وبخصوص توقعات مشيل حايك للمغرب أبدأ حايك تفقلا يشوب الحذر مشيرا من ناحية إلى إنتاج فني مغربي ضخم يحصد جوائز ومعجبين من كل العالم لكنه حذر من وقوع كوالس طبعية حددها في اهتزاز أرضي ومد مائي وقال إن المغرب سيسمد أمامه تتحدى السياسة المغربية إرهاب كورونا وإرهاب المنظمات وقال حايك تولع الاستخبارات وتضع يدها على مخطط خطير بيهدف إلى تدمير تركيبة الحكم المغربي أضرار ضخمة بوسيلة أعلمية وما يرتبط فيها كما توقع إنتاج سينمائي برسم التكريم فوق السجاد الأحمر أعلم الأزياء والموضة بالمغرب رح يحتل الصدارة الجمال المغربي يقلل بالغار رمال متحرك بين مراكش وكذا بلانكا بينما قال سنرى بداية نسج خيوط بيضاء بين المغرب والجزائر كما توقع موجة حزن بتتكسر على شاطئ مغربي في حين توقع إصابة في الجسم القضائي أما عن توقعاته لقطر والمونديال فتوقع مشل حيك أوامر أميرية لفتح معركة استئصار الفسيدين مهما كان رقبهم وموقعهم وإن كانوا من داخل الأسرة الحاكمة بيقول حيك تنقرب الأدوار لنرى أمير قطر يقود بأقصى سرعة وأعصاب فلازية وساطة ضخمة بتغير خريط التحالق اتوقع أمن قطري كسيف حرم أحد المساجد وتوقع إطفاء نور وهج نجم رياضي عالمي على الملاعب القطرية اتوقع مشل حيك أن تستمر قطر بالقيادة عكس السيل واستدام خطير بيكبرها على تعديل مصارها كما توقع حزن في العائلة الملكة وقال رمز هندسي زو الصلة بالمونديال القطري سيأخذ شهرة عالمية يموت الحماس في يوم واحد من أيام المونديال أما عن الجزائر فبيقول مشل حيك الشارع الجزائري مساحة للرفض والمسائلات والانتفاضات بتهب رياح التغيير في صفوف العسكر موجة ألأ حول الرئيس تبون كما تنبأ بدخول شخصية مرموكة السجن أما عن توقعاته لليبيا فبيقول مشل حيك تحبس الأنفاس في مطار ليبي عملية تتراوح بين الخطف والتغييب من الدرجة الأولى والمخطوف شخصية محورية في المطار الليبي بيلحق الخطر أحد أفراد عائلة معمر القذافي من قلب مشاهد النار والدمار ستعجز حراء الليبية بالسياح الأجانب القضاء بيطلب النجدة من بين الألغام بيعبر المشي الحفتر إلى مرحلة المساومة على مرف الرئاسة وتوقع عملية خطفة لإزالة أحد المرشحين للمنصب الرئاسي اتوقع أن يخد سيف الإسلام مع راكته الرئاسية بظهر مكشوف ورغم حزوزه الكبيرة والعالية يبقى معدل الغد عالي أما عن تونس فبيقول إن العن الحزدة تسيب رئيسة وزراء تونس وبعد وزيرتها ضبط الكميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة المعدة لتنفيذ خطة تخريبية بغاية الخطورة الرئيس التونسي بين قراراته وقرار بيخص شخصيا سيسقط على الجميع كما استعيقى بيتأرجح الرئيس بين عارض صحي وعارض أمني بتتصدر شخصية عسكرية قيادية لمشهد التونسي الغنوشي بيفاجئ الجميع وبتنتظر مفاجآت ضخمة ثورة وسوار في أحد الشوارع أما عن العراق فبيقول تشهيع جماهيري في الشوارع بحذر بتقوم رغض صدام حسين بخطوات واسعة جريمة كبيرة جديدة زاد صلة بمطار بغداد اغتيال ديني بيهز ويحرك الشارع خدوا أكبر في سجن عراقي جاي دور البرلمان العراقي والصورة رمادية بتمين للسواق قعمش الحيك موعد الكشف عن المسطور حول انفجار مرفق بيروت ومن يقف خلفه مش الحيك بدأ في عقل التنبؤات منذ عام 1985 حيث سبق أن توقع أحداث شهيرة كموت الأميرة ديانا واعدم صدام وسكوت الطائرة الماليزية وحرب الخريج الثانية وأيضا كورونا والمسير أن حيك المسيح الديانة دائما يذكر في بداية توقعاته الكول الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم أو المقولة لأنها بيختلف عليها الكثير كذب المنجمونة بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة تشارفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد ياريت دعموني باللايك والكومنت والشير شكرا لكم على اللقاء